اشتركوا في القناة 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 نجي لي السؤال الأول الفعلي بدايتش بالسوشال ميديا شنو كانت وش وقت بدايتي في 2019 نهاية 2019 كان التيك توك مصار لأشهر من نزل بالعراق يعني نازل دول برة وبالدول العربية نزل جديد على العراق فالشباب بدأوا بي واني تقريبا أول أو ثاني بني بديت بالتيك توك وصارت عندي مشاهدات كلش قوية يعني مثلا المشاهدة منتو عبر الـ 12 و 13 مليون هاي تعتبر يعني صح رقم فبديت على برنامج التيك توك على أصوات تمثيلية فقط وجهي يطلع وقودة يمثل على الصوت ورها فتحت عن إستجرام وبديت من التيك توك يعني من أنه فيديوهات لبسينج إلى أنه موضل طيب بس هسا أنت غير موجودة بالتيك توك هو يسألون ليش متوقفة عن نشر بالتيك توك لأنه خاصصة بمجال الموضل يعني حبيت جلسات التصوير وعرض الأزياء وبس صار هو هذا مجالش اللي أنت ما اعتمدتها بالضبط أنه هذا الهدف مات يعني بديت بداية حتى أصل لهذا الشي حالو زي شنو أهم المواضيع اللي تتطرقي لها بالنشر أنا تقريبا يعني ما أعدي مثلا محتوى تقدرين تستفادين من عنده عن طريق معلومات طبية لو معلومات عن الحياة لو كاتبة لو غيرها بس أنا مثلا ممكن أسوي إعلانات تفيد ممكن ما أقول لش كلهن أسوي إش كم إعلان يفيد أنا أزل أجهزة هواتف أنا أزل ماركات مكياج ملابس يعني الثاني أولا ترباح سوى إعلان ملابس على 10 و 15 ألف تقدر أي بناية تشتريهن وكلش حلوات وغاني أصل لابسة من عندهن حالو والله العظيم إذن على أي أساس تأخذين الإعلان يعني ما تهم بس أنا عقد بينك و بينهم لو أول شي تشتين شنو المادة اللي يعرضوها على شو تجرب بيها هاي بدايتك أن تشوف المواد وجربهن وينطون ماذا ما فعلوا الإعلان حسنا قمت أتعاملوا ويا ناس ما تحتاجن حتى نسلين عليهم يعني خلاص تأخذين المنتج هو أنت أراضي مجربته هو أراضي أنت عندي تشاب البيت مثل ماركات بنيفيت وأسنس وديور صح إذن أنت أراضي موجودة منتعلينا المحل متوفر عندك هو توب طيب شنو الشي اللي ميز إسراء بحيث مشاهداتها عالي عن اللي بجي لها أو بالمستوى الموجودين حاليا يعني أنت هاي شي تنشري متابعين إن شاء مشاهدة تكون عالية أكتر من غيرت شنو السبب يمكن اللي تلقى آية والعفوية يمكن لأن أنا ما عاد الفيديو هو مرة واحدة ينزل بخرابيطة ويروح خلاص ما أقعد أعيد والشعر مرتب والمكياج أي شي المهم ينزل كل شي تنشريه هو حقيقي لا طبعا الكاميرا من تصرين قدام الكاميرا كأنها ما صرين رابوت مجبورة تحت شين أشياء والإفتسامة الحلوة والحركات الحلوة الجاملية اي مجبورة تصرين موديل يعني تصرين شكل معين بس ولكن يطلع الواحد طبيعتي يحاول بس عندش بالإعلانات بتقديم البرامج بغيرها لازم أكفد ثباتية بالموضوع صح ليس كل عفو وكل هيش مبعثر طيب أكثر تحدي واجهتي بمسير تش بالساشان وميديا شنو تحدي شوفوا هو دائما الأهل دائما يرفضون أي أفكار جديدة حتى لو كانت حتساهم يعني بشي حلو يرفضون ما دام فكرة جديدة بالذات للبنات يرفضون أي فكرة جديدة أي دخول جديد بحياتها أي تطور يخافون عليها أول شي وثاني شي ما يعرفون يعني استدت إذا تقولنا أهلي آن سويت إعلام أو تقديم برنامج أو بودكاست لو حيعرفوا لو ما رح يعرفوا صحيح لأن البودكاست مثلا صال سنة من نازل لو أقل لو أكثر أكثر من سنة بالمجتمع العربي يعني فحيقول لك ها خاف يحكون عليك خاف في الذوج خاف ما يعرفون فالأهل هم التحدي الأكبر يعني إحنا مجبورين شوية شوية نتحمل مننا شوية نسمع كلام الأهل هذا أكبر تحدي يعني برأيك تأثير التواصل الاجتماعي عن المجتمع كله تشبير أنت برأيك شنو أثرت من خلال السوشال ميديا عن المتابعينك أثرت بهم هم ما توقعت يعني أثرت بشي بس ممكن الصور اللي آني عن شرها اللي ممكن يدخلونها على حسابي واشوفوها صور سينمائية صور غريبة صور بداخل الماء صور على مقبرة صور يعني غريبة تحسين الصورة هي نفسها نفس الأفلام فما أقول لش أثرت بس أنه حسنا الصورة أنه مو موضل أنت واكفة وخلاص عرض أزياء لا الصورة بها أفكار حلوة زين حياتك شنو قد تأثرت بالسوشال ميديا الشخصية تأثرت بالنسبة 40% لأنه أنا من زمان متعودة على هذا الشي متعودة ناس تباوء علي متعودة ناس تجي تحت شوية متعودة ناس تتعرف علي بالمدرسة ووراها فأثرت من ناحية يعني الناس يتعرفون علي بالشارع وغير المكان أي أكيد بس أنه من ناحية الأهل من ناحية الأصدقاء هم ونفسهم يعني ما فديوم شبت شخص راد من عندي شي مصلحة مشاهدات غرته ولا راد من عندي فتشي معين لا أم ونفسهم طيب الضوطات النفسية اللي عانيتي شهرة شنو أحتي لي فتقصة من القصص أولا الاكتئاب زي لأنه أنت تتنزلين محتوى أنا دخلت للسوشال ميديا وأني ما عندي يعني كتعليقات وليس كتعليقات ما عندي أي خبرة بأنه الحاجة رح يجيني شنو انتقادات أي أنا قلتاني بني رح نزل فيديوهاتي وصوري خلص هيعجبهم الفيديو هيعجبهم الصورة هيعرقون بس أنت منتنزلين شي وترقين كمية حد شي ما لا علاقة باللي أنت منتزلت أصلا يعني تحسين هذا الشغل يطلع عني بقلبه على غير شغلة مو معانية أنت صح اي اي فانصدمت من هذا الشي فشوي شوي هاي الصدمة كبرت فأنا صاد سنتي انتارك السوشال ميديا يعني متواجدة بس مشكل قليل دالاح كل هش قليل بسبب الانتقادات بسبب الانتقادات بسبب أنه أنا دا قدم شي هو دا يحش المشاهد على شي ثاني أوكي بس بأي مجال الانتقادات الانتقاد هو نجاح علج ماكو شخص ناجح متعرض الانتقاد فليش انه انت حاولت تبتعدين أو تختفين فترة على ما ينتقدوش بالعكس وهي هم صارت لمشاكل عائلية بسبب انتقادات نعم والأسف هل ينتقد ما يفكر انه هاي ابنية وراها عائلة لا لا ما يفكر الانتقاد الوحيد اللي خليه ما يفكر يقول لك هي هي طالعة هي مصورة وطالعة هي مصورة وطالعة يعني هي ما تستوي شي غلط ما مصورة شي غلط مصورة نفسها صورة لبسها صورة مكياجها محتوانا احنا اصلا اغلبنا البنات قريب البنات مثلنا يتابعوني صحيح ما محتاجين احد ثاني يقعد يحكي علينا ولا الحمد لله شنو ردت على الانتقادات انت عندك كثيرين جاوبين الاشخاص هني انتقدوش بكلمة واحدة كلمة واحدة تقبلوا 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 الاخرين اي تقبلوا الاخرين خلص علاقتش في الجوانور شوانها انا احسن انت كلش يعني فريندي كوش وياهو كلش مازد خيلين بالكلية بالصيدلية بالاسوات بالمطاعم بالشارع بالسيارة بكل مكان يعني الحمد لله وشكر رب العالمين ما عندي فد يوم احد اضوجه بالعكس يعني بقع الورد هذا اللي بيع ورد حتى يحصل يوميته ورزقه ينطونيان ببلاش هائلت يقول ليش هذا باب رزقك ليش يقول لا هائلت باع الورد اللي مسحون الجام وما فد يوم طب وقت بمطعم وطربوا مني فلوس ما فد يوم رحت على بمنافس وما فد يوم أنا بمكياج كلهم يرودون يعني شون عبالهم آني متفضلة عليهم وذا دخلت لهم بالعكس نادرة ما أدفع فلوس أصلاً من أروح بمكان زين لو خيروت بين المال والشهرة اش تختاري بصراحة المال طبعاً لموازينة الحياة الدنيا خيرو صريحة صريحة زين شوفت ممكن تعوفين السوشال ميديا وليش عدا موضوع الانتقاد شينو السلب اللي خليش تعوفين السوشال ميديا وليش شوفوا السوشال ميديا بالذات المشاهر العدنا العراقيين أغلبهم إذا مو كلهم عدهم فراغ عاطفي فيريد يملي هذا الفراغ العاطفي بكثرة الناس دار مدائرة أنا إذا صارت مثلاً عندي عائلة باشر عقبة متعرفين خطوبة زواج ألتهي بحياتي زايد عن اللزوم يمكن راح أقلل ما أقطع تماماً بس راح أقلل هوايا فاللهو العائلة طلعاً تلهيك عن السوشال ميديا تغنيك جيد نحن لدينا فقرة اسمها أسئلة الجمهور نعم هذا الجمهور ما هو سائل هذه الأسئلة نعم أول سؤال نعم ما يعني لك جنيد جنيد محمد جنيد هو صديقة من بداية السوشال ميديا وقبل لا يكون هو زوجته يا صديقتي بس أنا ويا دائما منهم صور يشبهون ببعض كل شيء يقولون أنتو أخوان أنتو من عائلة وحدة أنتو شلون هي تشابون وشلون هي تشابون وشلون هي تشابون فالأسف أنه تجي انتقادات هوايا علينا سوية أنه هو متزوج ويطلع ويايا كتصوير بس أنا زوجته صديقتي أزيد من هو بس ليه أن نصور آني وياه هوايا فالناس تنتبه علينا بس أنا كل شي أحترمه وحبه جيد وعدنا علي جاسم في المسؤولة هوايا ما تقرأ به له أو ما علاقة تشب علي جاسم علي جاسم أكثر مطرة بأسمة أغانية أكثر فنانة بأغانية وأتأثر بيهن والحمد لله وشكر صارت أكو فرصة فرصة تعمل ببناتنا قبل سنتين سوانا كليب أغنية سوية اسمها شنية شنية لاحظنا لا حني فكل الشي يعني فراحت بهاي التجربة وياه هو إنساني يعني جنن بصراحة كل البنية تتمنى تكون موضلة بأغانية لأن العرفت أنت تحبين الغناء وصواتك حلو لما أنه علي جاسم تحبين أغانية سمعنا الشي لا يعني أنا صادية مو حلو يعني يتمشي مو خالف تحب نسمع تشيل علي جاسم تشيل علي جاسم يم يم لا أنا مرح أقدر أغني لي زين غير أغنية مو العلي جاسم لأي شخص أنه أنت يجا ببالك أو أغنية تحبيها مو الشرط أنه المغني أوكي ليلة ورا ليلة اشتاك إليك لا كم لي مو لهالدرجة والتوتر ده يقرأ إلي فاسة زين نعف التوتر شوي قمر الطائي شنو علاقتك بقمر الطائي دائما نشوف ستوريات وياتش ودائما الناس يسئلون شنو هالعلاقة القوية اللي دائما قمر وياتش قمورة هي كتكوتة صغيرة يعني مشهورة عربية أول شي وهي همين مو دل و بلوغر وهمين صديق سي ولأنه هي بعيدة علي يعني هسا ويها جيتها العراق صورنا وطلعنا وتشوفنا وها تصوير سريع يعني نحن مو صورين كلت طلعين بس يا صديقتي يعني كلش أحبها أنا كلش أخاف عليها وكتكوتها صغيرة هاي تحيا لها اكيد ما يخليك زين شي تحبي بلاسك شي أحب بلاسك صعبة السؤال عزي كل صعبة السؤال يعني بشكلي بشخصيتي بشنو هو سؤال من جمهورة طبعا فما محددين بس أنا أحددلك مثلا بشخصيتك شخصي طيبة القلبي لا هذا السؤال أوفي عمضة أخر رالم العراقين كلنا قلبنا طيب لا لا جاوبيني بغير جواب جاوبش غير جواب نحن عرفتني طيبة بس غير جواب غير جواب ها يعني أعدي للناس اللي أحبهم هواية نطين فراص اي كل شواية وتسامحين كل شواية وش وقت ما تسامحين لما ان الموضوع يكون كل الشخصي يعني هالأشياء العادية اللي تمر بحياتنا اليومية أوكي بس لما نتدقين بشغلة شخصية بي أنا ألف مرة قالت هذي صعب علي لسويها أنا أنت بعد سوتي شي مقصودي يعني حتى الضايقين بي بس إذا أشياء سطحية يومية تصير عادي ما يخالف ألف فرصة أنت مو وحدة حلو يعني أنت مع الفرص أنا كلش مع الفرص للشخص صري يستحق يستحق تمام السؤال الثالث أو الرابع نظرية إسراء فرج عن الحياة عن الحياة حياة تجربة جرب كل الأشياء الزينة تقدر يعني تجربهن وإذا مرأت بتجارب مو زينة عديهن وسوي الأحسن وأسأل دائما قبل لا تسوي أي خطوة لي قدام عن سلبيات وعن إيجابيات وبالنهاية كنا رايحين بس أنه من تقعد واحدة تقول أنا سويت أشياء بحياتي خلت ذكر الله درستها وسافرت كوانت علاقات جيدة اشتغلت بكذا مجال تجربة حلوة أسراء لو نفسك قدامت شو تقولي لها أسألت يا صعبا يما أنا نفسك قدامت شكل لها أقول لها أقوى من هيت يعني محتاجة قوة أسألت نحن نذكرنا موضوع العصبية ترى إنسان عصبي هو ضعيف كلش صحيح كلش ضعيف لأن مخاوفة كلها تطلع بلحظة تظهرين مخاوفة كلها مسيطرين عليه بنقطة الضحف ينهار قدامتش طيب شو تعرفت الشخص القوي الشخص القوي المسيطر على مشاعره وعلى الكلام اللي يخرج من عنده وحتى على حركاته المسيطر هو اللي عنده ثبات فعالي يقول قدامتش وما يهم أي شيء وما يحرك أي شيء حتى عينه ثابته هذا الإنسان القوي نرجع لأساة الجامهور هايتم السؤال عني لا رجع بيتش الزمن هل ترجعين تدخلين للسوشال ميديا؟ اي لأنني كانت واحدة من أحلام فأرجع أدخل جيد نحن عندنا فقرات أسألني وأسألتش هايتم سؤال سرية سألتش اوكي أول سؤال بعي إذا فد يوم اجي قدام الشخص كل شي مقذيك كل شي مقذيك وانتي من ضد فرصكوش هواية اي اوكي مسوي فتشي جارحش انتي واجي وقليك سامحيني بس على الشرط مو تسامحي ويروح بحال سبيلة لا ترجع علاقتش بي ها تسامحي لا لا مو بس تقولي انه اوكي انا مسامحتك لا ترجع علاقتش بي لا المن تذكرتي باعم من شخص اذيك وانتي وشبيرة وانتي واعية وانتي وتفتهمين ممكن يعني تسامحي لانه على عمر بس اكو مرات ناس بالطفولة تأذيك ممكن يكونوا اقرب الناس لك هذولي مستحيل سامحهم واذا سامحتهم قل لي انت يعني اكو خلل بالموضوع هل تعتقدين سبب عصابيت لا تعتقدين سامح هذا الموضوع صراحة هي لانه انا عايشة ويعني انه مره بحياة ناس عصابين كلش وانتي ان الطفلة يعني الطفل ياخذ من الدائمة دائرة ارتفعل الحمدلله بعد يعني قتلتش انه مريت ويا ناس عصابين عشت فترة طويلة ويا ناس عصابين وخذت كلها طبوع للأسف السلبية طيب لو هذا الشخص اختفى نهائيا عن حياتك نهائيا ما تقدرين تشوفي ابدا ولا فاديوم من الأيام تقدرين تشوفي ملعت انقارين انه هو راح ادري تارك اثر مؤذي بحياتك بس شوفي انه مثلا اختفى او راح وبعد ما يأبديك باعي انا ممكن ما اعرف اذا جواب انا اسفل انه بتشياتك باعي واعي ما اعرف جوابي راح يكون انا خاف انا من نوع الا احتي احتي على اساس انه انا قوية وما يهمني بس لا شوفي اذا هذا الشخص راح على اقل راح تترحمي له ام 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 راح تترحمي له يعني راح تقول الله يرحمه راح بس تخلي الشخص هو يكون موجود بالحياة ومؤذي يعني موجود ومؤذي اهنانا ما اعرف هي الأذية من تكون من شخص قريب كلش تكون وجاعها اقوى بحيث تقومين تشكين بكل الناس الحواليتش ومتوطقين بي احد لانه القريب اداتش فشون الغريب عزمة ثقة بسبب هذا الموضوع اينا زين ام ام حقلب شوية الموضوع حتى ما تبتشين سألين انت سؤال انا سأل السؤال يا الله عادي صعب سهل من شخص براح تتش ما اكون اي مشكلة صادفت شخص بحياتك يعني تحسيه جاي عليك هيتش جاي عليك بس يريدي اذيت يريدي ضوجت يريدي ضايقت يريدي مخصوص جاي عليك مو هيتش ايه هواية شفت بحياتي هيت والغريب بالموضوع لحد الآن عم ياسأل ليش دي اذني هذا الشخص شنو سويت له وش ما سويت له فممكن يكون اكو رسالة بهالدنيا من ناس اللي يأذونه ها رسالة إليك همين ممكن ناس اللي يأذونه ينطونا قوة انهم دي اذونه بس احنا نساوين اي شي احنا رتفعل قلهم فاني بالنسبة إلي البداية شيت انقهر وأقول ليش هسا قمت اقول الرسالة مرد لعني حتى أكون اقوى خلي يأذيني بس انا اكون اقوى ماذا سبب مرض نفسي حسنا تراكمات باعي شو نجي علميا انا من الاشخاص التي كانت مثلت شو هواية عصبية الله حلو وهواية انفعل وما اقبل احد يخالفني بالرأي بسبب هواية امور مثل ما انت عانيتي اني هم عانيت بس جتي فترة من الفترات قلت كافي عادة اشوف نفسي ما عادة اقول فلان اذاني فاني هيت شي فلان يعني شون اخلي شماعة لأسباب الامراض اللي اني عانيتها سواء شون جسدية ونفسية تعرفين هي العصاب ممكن حتى تولد عندش اوجع بالرأس رجفها بالايد قولان عصابي قولان عصابي غيرها فوصلت مرحلة انه خلي عالجي نفسي الله عالجت نفسي ودخلت للمجال العلاج النفسي واو اتغيرت جذريا انقامت اي احد يؤذيني ما انطه ها ردة الفعل لان انا من انطه ردة فعل هو غايته يؤذين شو تتؤذين انتي من لح تتؤذين وتحسين بالأذية خلاص تغذى عليش طاقيا فوصلت مرحلة انه احد يؤذيني يقول الله يسامحة الله لا يسامحة بس والله من ذاك اليوم اللي كنت اساوي تمارين معينة الادوية تتأخذها شقيقاني شقيقاني من قلب النباط قد بغير منطلن حتى اخذ اندرال من يومها حتى من رحي اتراجعها الدكتور قلني بقى ما تحتاجيني الدول خلاص وضعش صار تمام الله كل شي نعاني منه بسبب شي نفسي بس تعالجيني النفسي وتعالجي بداخلك لان ملاحة تقوليني انت منعين الناس انه يؤذوك ايه انت اذا عالجتي نفسك خلاص صدقيني بعد ها هي يعني ملاحة تأثرين بأحد يؤذينك ينتقدك الى اخرين مهم انت داخلك سلام صحي ومتأكدة انه مادام الله راوى عنك مهمة الناس وهي رزالة لك همين شكرا امان ملاحظت كده وانا طيب اه هاي اوشي بيشياتي هسا ضحكتيني خلنا اخذ فاصل قصير حتى تفسح دموها ونرجع لكم اكيد رجعنا وياكم من جديد بعد ما بيشينا ها شوي الاسراء بس ضحكتش بعدين بس ضحكتني بعدين زين ندية على السؤال اللي هو البارت النهاية السؤال يقول شو هو تعريج للنجاح أو الشخص الناجح اللي يفشل ألف مرة ويكرر المحاولة حلا الناجح مو اللي صارت عنده طفرة طفرة حظ يسموها مثل ما يقولون لا الناجح هو اللي فشل وفشل 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 لحد ما أخذها بذراعة هذا الناجح أكو تون الكتاب قرأته في اليوم تون اسمه أفشل بفخر أو أفشل بنجاح يحتي عن قصص أشخاص فشلوا بس هسا هم من أعظم الناس اللي هم بتاريخيا معروفين من ضمنها قصة من القصص شخص يقفز فشان القفزات العادية أنه يقفز لي قدام فشان دام يفشل فجوم الأيام قفز بالمقلوب وأخذ الجائزة أكثر شي أمدعد ذكا كل قصة واشتهر بهذا أنه غير الاتجاه ما غير الاتجاه شكت فشل وراها غير الاتجاه شكت حلو وعلى مرة خطوة هو فعلا أكو أشخاص يفشلون بالبداية مو بعب بيهم ممكن يتعلمون من فشلهم صح جيدا أيضا من فقرة النهاية كسؤال هم سألوه هواي بسان هم مرد سألوه أي قولي كم عملين تجميل سويتم أمس سوية لب فلر فلر الشفايف وهذا الحدشي قبل سنتين أو ثلاثة ما أذكر يعني هو هذا نوعيته زيانة يبقى بس بس حلو يعني جمال طبيعي أي من عادة الشفاء وعلى فكرة دابعوش ما يعرفون ترى بالحقيقة هي بعد أحلى والله شكرا دس دائما يعني الكاميرا والفلاتر للأسف أنا خلق أموت على الفلتر ما قوي ما خل الفلتر عدي من يملي دا ما حد طعم ما قم الفلتر ينحضن حد خلاص مثل أكو سؤال سألوه لك أي الجمهور أنا خليتها بالبارت النهاية حلو يقولون ليش أنت هو تنصحين عدم الارتباط وانت متبطة وتنشرين حبيات أو مكالمات شوية حبيبة شوية وغيرها طبعا هذه المكالمة كانت فوتوشوب من موقع بنترست إذا تعرفوا يعني ينشرون مكالمات أجانبهم أو شي بس وضعوا وقت ساعة وحتى الاسم يعني أنت تكتبين أنت تغيرين أنت تسوي أوكي فأنا نشرته وأخذوه نشراوه بكل مكان طبعا بدون هو لا صورة ولا أي شيء نفسها صورة ما بها صورة شخص أخذوه نشراوه بكل مكان أنا أعرفت رح يصير هي شوية حركة من عندي أوكي يعني شي محقيقي لا طبعا وأنت ضد الأرتباط باقي مو ضد الأرتباط ضد أنه تكونين ويا شخص ترجعين لي وراه واي ما تقدر أنت شخص دعم إليك تريد أنت شخص دعم إليك عاش ليك كل بنيا تستحق الاحترام والتقدير والدعم ويعترف بيها وتكون هي الغالية اللي يعترف بيها بالدعم أهله والناس والأصدقاء ما تكون فقط حبيبتي يعني لا ليش مخطيبتي زوجتي أين هيش يعني فأنا أتمنى يعني أنا وغيري وحضرتك وأي أحد دائما الشخص يصلي وياها يكون معترف بيها يحبها حب حقيقي ويثبت أستأتي أهلك أي أهل هستس يقلهم شنو دليل حب الحقيقي يخطبها يزواجها عزهم هذا الدليل والله العظيم صحيح صحيح أكيد هذا الشي يعني حلو لو يصر بكل ابنية يعترف الشخص بيها يخطبها يزواجها انت غالية ومعززة ومكرمة وفتشي مع الدلال طبعا يا نو الرجل الحقيقة هو فعلا اللي يعترف بيش قدام الكل أي ضروري شنو مواصفات الشخص اللي بارك قوي صادق شجاع فقط قوي يعني يقدر يسوي كل شي يحارب الدنيا كله على موديش والمجتمع والعائلة والعادات والتقاليد يعني ما أهمك الوضع المودي أنت حاليا أهم شي قوي صادق صادق بعد تعرفين إنه إنسان صادق بمشاعره صادق بكلامه بفعاله شجاع يعني يقدر من الأفراد يسوي شغل وفلوس ومعارف وما يقعد هيش الشخص اللي قاعد هيش أو اللي يعتبر حالة المادية بسيطة يسعى إذن هذا قوي دي حاول يصير هذا قوي بس إسراني عندي وجهة نظر عن هذا الموضوع هؤلاء ناس يقولون إحنا ما عدنا شغل وقاعدين وينتظرون الفرصة تجيهم من وجهة نظري ماكو شي ماكو فرص ماكو شي ماكو شغل إنت أسعى بحي يجيكو الشغل عش تيدي ما الواحد قاعد رجل على الرجل ويقول لك أنا ماكو شغل ماكو تعيينات ماكو مدري شنو أو الشي يكو قطع خاص أكو تعيينات ترى عفش من القطع الخاص هالسبيجات ديسوون ديجيبون كومو منعدها مشاهدات ومتابعين وفلوس منعدها فماكو أحد وضع المادي موزني اللي ده هم اختار يكون يكون بهذا الشكل واختار السلبية وانه آني وآني وهاي الدراما اللي يسووها الـ خاصة الرجل أنا بالنسبة لي عبع الرجال انه يقول أنا ما عندي ليش ما عندك تقدر يسوي من كل شي يقدر يسوي كل شي بس للأسف في بعض من مراحل حياة الأشخاص ممكن المراهقين أو غيرها يريدون شي تيجيهم يومهم حتى لو يمسح جام حتى لو يبيع ورد الشغل مو عيب حتى لو يبيع جقاير يعني أنا ضد التدخين بس حتى لو يبيع رصيد حتى لو يبيع يعني حتى لو عموال اللي شوية عموالة عموالة احترامة لهم يعني كل شي صاروا موديل واسموعة مشهورة وأتوقعت تعرفينهم شباب هم أكيد أكيد طبعا يبيعون جياء وغيرها أسراء مو عيب هو هذا الصح أصلا عيب أنه أنت قاعد بالبيت هذا العيب وموالأسف حتى الطبقة الغنية صار نهيتش أنه قاعد يعني ما عنده شغلات وأهلا يطوم أصرف وأهلا يصرفون عليه عندما تكون غني أو فقير اشتغل اترجاك يعني ومو بس ترى الشغل حتى الحالة النفسية صح ومو بس شي علاقات اجتماعية صار رأيكم فنصيحة صدق لأي شخص أنه لازم يشتغل مضابط طيب عمرتش شكيد عمرين ما تقميد عمرين هاتت حربين يعني لو أنا أريد جواب صريح عن عمرتش الحقيقي شكيد 23 سنة حقيقي اي طبعا بس بين أصغر تدرأي شكرا إذن شنو أكثر موهبة اي انتي دائما تقل وياج وتستخدميها للأسف ما أستخدمها بس موهبتي الوحيدة اللي أموت عليها هي التمثيل يعني إذا تدخلين بمشهد إذا ترني تضحكين راح أضحكش راح أضحكش بطريقة من مستخلية لا الله هسا نحن بي أريد أني مشهد هسا نضحكين مشهد يضحكني مشهد يبتشيني دعني نشوف لا هسا هسا دعني أشوف ما أحبتش بالتمثيل احتمال هسا يشوف محرج يأخذش يحتاج لنا وقت تحتاج لنا وقت أنا أريد هسا مشهد لا 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 أقدر أستخدم أقام وزيع لا أقدر هسا ساوني مشهد لا أبتشا وعطحك أمد مشهد تمثيلي مشهد تمثيلي هم كثير شون يعني شون ترضيني يعني أنا هذا اللي عندي ما قدر أقدر أقدم لك أكثر من هيتش ها هذا الموجود وإذا ما أنا أتغانسي ما مقتلعة اي أنا أروح إذا ما مقتلعة وتعوفيني اللقاء البيني وبينتش شون عقد قران هو اللقاء هو ترعا عرضي ما أروح لا بس إحنا بينتنا عقد ما كل ما ببينتنا عقد رسمي شاق قول عقد وأحطى بالهذه ما واحنا طرعين لايف إحنا عيتي أي هتفشليني يا هتخدعتيني طبعا يعسى العالم لشوفونا لايف اي لا أنا ما كمل وهذا الفارت لح يطلع لا ما كمل ما كيفتش ليش مكيفي أكو عقد رسمي بيني و بينتش كل ما ببينتنا أنا هسا جيت حتى التاكسي جاء بي مضا مضا عندهم سيارة تجاب بالتاكسي سوتح تاكسي الأم لا لا مفكرا والله ان هذا حلو standard شاق أتaker ذالك أنا صعبة أبتشي أين أبتشيني؟ هستي؟ أين؟ ما أعرف يعني أحضرت لنا وقت لا أعرف شأن تقولياني وأمثل وما دعوش أنه يعني مشهد مشهد كامري يعني ستوري وقصة ممكن أحد يروح ليجي خامري هستي واعتبري أنه حبيبت خانش أعرفت شيء عن حبيبت أودت تعركين حبيبتي يلا حبيبي؟ ولا أبتش عليها أستاذ مشهد تمثيلي ولا تنزلي دمعة مشهد تمثيلي أرحبيب ما حبيب ما أريد مشهد تمثيلي بتليفون مشهد تمثيلي بتليفون؟ أي يعني تخابرني أحد فد مشكلة فتشي والله رح أضحك المودة استجاهب ضحك لا سلسة أريد أعرف أنه أنت تمثيين لو لا أتبتي لي لا تضحكين مودة أقدر والله أنا ما استجاهبين ضحك عندي فكرة ثانية تخابرني شخص قريب من عندك من المشاهير أي وتسوين فد يعني فد كذبة معينة أي أي بس أتجي ديها موضحكين أقرب شخص أقرب أضحك أنا أكمليها بعدين نضحكي واعي مو مثل شنو يعني موقع سويت حارث هسه ورازم تجي وهسه أنا محتاجة فلوس ودعمة واحد يلا ها يلا ما نحن تختارين لازم يكون شخص مشهور يعني أي معروف شخص مشهور مو ألا أولا ديها تبني بناية مثلا شخص مشهور بسيش يدقرش في رشي بيبتي يا غبي والله شقدر أضحك ويقرب المقلب كله حاول هي يعني تجربة حتى تثبتين نونج تمثلين حلو حتى ما لجيش فرصة أنا على هال مشاهدة ذا سوية راح تنلغي كل الفرص يلا المن اختاريت استوري ها المن اختاريت لأ صبري خاني شوف منه موجود باللستي منو عدنا منو عدنا عدنا قمورة عدنا عزوز المصور هاختار يلا فتحي النار قربي للمايك اوكي عزوز الحقلي بسرعة الحقلي بسرعة انت وين ايني وين انا طالع خارب عزوز الحقلي بسرعة انا مو ادرا ايني وين لاتشاقين انا هسا ما عرف لوب القادسية لوب الجادرية اقول لك التليفون راح يغضون من عندي راح تزدك موقع هسا تعال ادرا للكايشين اقول لك مو ادرا ايني وين اقول لك اقول لك اقول لك اذا شو نوع الجلطة اللي صارت بي اردحه خطيه دي كملي المقلب دي كملي المقلب اكمل ارجع غابرة ايه قولي ايه قطع تليفون ما دي مالا شو يساوي اردحه دي دب علينا شي صاد مخرجنا دب بني شو تروي دي ايو لا اقولي اخر شي مقلب بس كملي كملي ويا اقولي ان دعمت واحد مددوا مني فلوس مادرا ما ده تتجيب لي فلوس و تعال واحدك علي على الخط اقول لي بمكان ذابيني ما اعرف شو ما اعرف اه 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 انا ما اعرف اين انا بمكان ذابيني اه 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 انا جنت نايمة اه اه انا ماضرا انا بمكان جوا اه 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 بدها افضل اه ا 달라 ارتي انا Grm يمنع استعمال انا جماppo یا اكبر انه يمنع موقع بس خطي قلت لي للمقلب قلت له مقلب مقلب ودك أنا ما نجاوبها يتعصب عني أنا عشد إليش لا والله ومثلة بارعة ومثلة فاشف طبعا هذا عزوز المصور عزوز حياتي لك بيست 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 فريند جبطة الولد مو كنتش عضحكين مو كنتش من أقدر من أضحك صحيح ضحكتيني صحيح زين نرجع لأسئلتنا شو الله هكمل زين خلاص خلاص لا كافي إش قدمة حلوة من شخص مهبوط عفنا عش عفنا دا يموت أسا هو حاليا سوت للتليوان طيران حتى يصدم بالزايد أحب أقول لك الحاج اللي قالي شكال داسل شو سالة؟ داسل رسال شكال كلام كلام جميل يالله إن شاء الله ما يكون طربي شيء نرجع لأسئلتنا موقف خلاتش يتغير وجهتنا طبتش عن المشاهير أنا أقول لك أوكي مشاهير ومرتبين وحلوين ونصور ونطلع سوية وكل شيء بس أكو ناس ينطون نصائح همه مو مو بمحلها يعني صناع المحتوى الهادف اللي يسموه محتوى هادف البعض القليل منهم ينصحون نصائح وينطون أشياء ومخذيها من ويكاب بيديا أو من شاز جيميتي صح ما تطبقوها حابوا التغير تتأكد من المعلومة أو تجربوا التجربة اللي تنصح بيها ويجي يقولوا انا صاحب محتوى هادف من وانتي محتوىك مبني على معلومات موجودة على الانترنت مو تجارب حياتية ولا أحد يعني موصة بيها فأتمنى من صناع المحتوى الهادف ينتبهون على المعلومات اللي يقدموها للناس لأن أغلبها خاطئة زيان ماذا أكثر شي يحذج أو يقهرج؟ يعني من أشوف مثلا الظلم للمرأة الظلم للبنية هذا الشي صعب علي كلش أكيد يقهرني ويحزني وأتعجب ما أحب المرأة تكون النظر عليها ضعيفة إنه شي بسيط من أولادتها محد يحبها من أولادتها يقول لك أريد أن نجيب أولاد مرأة أريد أن نجيب أبنية بس أنا ما أريد هيج أريد المجتمع يشوف المرأة فتشي ولا يحط له قوانين صغر من حجمها ومن فخامتها ومن مسؤوليتها إنسان هل تعتقدين أن المرأة في بعض الأحيان هي تصغر من حجمها بسبب الرجل؟ يعني مثلا مرات تعوف دراستها مرات تبقى مع الرجل على مود جهالها جهالها ومرات تتحمل أذية من الرجل لأنه مجال أنه هو زوجها أو مثلا أبوها أخوها إلى آخره فبرأيك هي لأنه مثلا متواجه أو متوقف هذا الحد هي همين جزء من هذا الظنوم شوف هي تبدي من الأب والأخ إذا أبوك وأخوك ما كان أو سند هاي أنت أول حاية مال أول سند وقع الرجل ما كان سند هذا الثاني وقع من رح يساندها؟ رجل القانون؟ رجل الدولة؟ ما رح يقدر يساندها بشي ما رح تشتكي رح يقولها حزيزتي أنت أبوك وأخوك وزوجك كلهم ضدك ما أقدر أساعدك بشي فالمرأة ما أريد أحد ينظر لها نظرات أنه هي يعني ما تسوى لا هي تسوى هي لوحدها كافية طبعا ليش لازم يكون بظهرها ألف رجال يلا تعترفون بيها واللي ما يسندها أب وأخ وزوج مفروض الدولة توقفوا إياها وتسندها المفروض للأسف يعني هو لا تجيني حالات يجزولي الرسال إنه مثلا الأب أو الأخ يضرب أخته ما تقدر تسوي أي شي تروح تشتكي قابل؟ ما تقدر حتى لو تشتكي أصلا القانون مع هذه الأمور حيغلطوها حيقولها شوفوا أنت تسويتي للأسف بس إحنا يعني من خلال هذا المنبر إنه لازم يحافظون على يعني التربية الصحيحة ترى مو بالضرب يعني إذا واحدة ابنية أولا يضربها أخوها حتى عود تمشي عدل بالتفاهم بالتربية الصح لح تمشي عدل أكثر من الضرب من إنت حتى تضربها لح تخلي بداخلها يعني راتفعل من الرجل تبدي تخاف من أي شي حتى خياراتها بالزواج حتكون غلط لأن تخاف أخاف مثل أبويا أو مثل أخويا صح فالمفروض إنه أول شي الدولة والقانون تكون بصف المرأة أكثر والشي ثاني والأهم إنه تكون العائلة تنصفها من أمها مرات الأمهم تسكت وتخاف على بدها فالسبب الأساسي هي الأم مثل ما أقوليش مرات الأم تبقى مع زوجها على نمود جهالها وتتحمل هوايا أشياء بعدها من يكبرون إذا كانت ابنية لح تتعرض لعنف أسري في حال أكو عنف أسري وغيرها أو ممكن يجبروها على زواج معين صح موضوع الزواج هسا الإجبار أنه هسا يزوجوهم صغار ومجبوع لأنه أهل هقل لولها لازم تتزوجين فللأسف مفضل إنه أقدم هايش رسالة أنت شنو الرسالة تريد تقدميها للمجتمع رسالة المرأة والله أتمنى يكون لها احترام وكيان خاص بيها وأي ولد أي شاب أي شخص من تحكو يا مرأة حاتشيها بفد نظرة حلوة باوع عليها بغير شكل لا تبوع بس على الزي اللي هي لابستها والميكوب اللي هي خالتها وتسريحة الشعر اللي هي مساويتها شوفها فتشي حتى أنت من تبوع عليها بنظرة قوية رح تنعجب بيك هي من وحدهم بدون أي مغريات أخرى فأتمنى المرأة داما تتعزز تتكبر تتقوى بالدولة وبالمجتمع اللي هي عايشة بيه بس هاي بس يكبرون نظرتهم عليها تحترموها أكثر إن شاء الله طيب آخر سؤال إسألت شاك تعرفت عن الصديق إن شاء الله يبقى صديق إن شاء الله يبقى صديق بعد الحادثة اللي صارت شاذا تعرفت على الصداقة الحقيقية؟ الصداقة الحقيقية أنه يكون الشخص بجانبك حالة حالة الأخ والأخت لها الدرجة توصل الصداقة الحقيقية وإلا هي مو حقيقية حقيقية يعني شون يعني أنا اليوم من أرض أبتش وأحزن ومن قهر وضوج صح أنه حاول لا تشتكل الآخرين بس ترقى شخص يا بغير أنا وياك شو تريدين تروحين سوين روح يعني بظهرج شو تريدين تروحين هاتش آني هاي فلوس أخذي أدام محتاجي هاتش هذا الموقف هاتش هاي السيارة هاتش تحس رحك بين أهلك مو بين الصداقة بس فلازم الصديق يكون سند ووقت الحاجة ترقاه وهم وفي أن تد nécessرى الأشياء الحلوية مس toothpمي لو تريدين هادفة لها واحد الأصدقاء غادرت وجعنيكciaack baldage وجعني ق Lindsey ام ايه من قريب شو سوا يا صديقuję نعم تعرفن يعرف يعني痾 ي كلش السيا الحال معاي عالموقف بسيط من الأسف عصبية م مم على موقف بسيط تخير بحيث أنا ظلت أفكر السن اللي كنت صديقات بي هل كانت وهم وهم لو حقيقة السنة كان لحنا صديقات على موقف وسيط جدا ما تعارقنا ولا تلاسننا ولا تلاسننا حتى بس الابتعاد اللي صار خلص حتى بعد ردود مواقب بينا أعطنا واحد ميرد على الله شين تركت ليش أثر هاي التجربة لا أراكزي بعد مرة ثانية وانت اختارين الشخص اختبري قبل لا يصير موقف وانتي وين رايحة بمشاعرك قبل لا المشاعر تصعد هالقد نختبرها بالبداية بس طيب لو خيرات انه تروحين في المكان يشبه الجنة كلش حلو بس مكان واحدتش وإلى شحق تختارين شخص واحد يكون وياتش اي من راحة تختارين ماما طبعا لا غير عن الاهل غير عن الاهل اختار شخص واحد رايحة هالمكان مشكلة موعدة بس ماما شخص قريب اي بس ماما قريب علي يعني قريب كصداقة انا قلتش اختار عزوز المصور هاي تعويضا عن سواتي لانه تصويرها خيالي فاختارها عمد التصوير عمد التصوير انت تحبين الطبيعة هوايا كلش طبيعة علاقة تتش بالطبيعة تصوارش كلها بالطبيعة شو تحسين من تروحين مكان بي اشجار او حديقة او جبل او سمى احس انه اهنانه مكان الانسان الطبيعي لا مكان المول ولا المطعم المغلق ولا الغرفة ولا البيت مكانك تعيش لان انت من هذا الشي انت من طينة ومن تراب كدامك التراب والاشجار والمي فتنتمي لهذه الطبيعة مو بس انه شكله خلاص فحس بالانتماء من راحة زين علاقت شوية ورقة مرشل والنجوم الله احب بصفنه ممكن تروح ساعة انا صافنا فوق طعا قليل من الناس اللي هما يصفنونه هوايا بالسمى بس انا ملاحظتش انه هوايا تحبين السمى من خلال الصور مالتش صح زين لو تنتش واحد اشفاد يوم اتريد ان يتفت فضين لحد راح تختارين تففضين لشخص او راح تقعدين قدام مثلا بحر او قدام قمار وتسول فين ويا لانه على قليل يعني خافاني مثلا المشكلة اللي عندي يمكن الشخص اذا اقوله اله او اقول اله او اقول اله او اقول الي ما راح يكون عنده حل او احتمال تفتح شي ثاني بحياته كان قديم صاير لنفس الموقف يرجع وينقار فحتى لانقار احد انتقعدين وحدش وتحجين البحر يسحب طاقات السلبية كلها والله واو لانبي ملح و لكن لانبي ملح لون الزراق همين الى تأثير معين بطاقة الالوان اللي هو علاج اكوب الالوان ترى فاللون الازرق هو كل شي ساعد بامتصاص كل الطاقات السلبية وصنني اخواني بتحرقت للأساس اللا عرامات ما حسيت ما حسيت بكل شي اي شنو اخر كلمة تقوليها اخر كلمة اقولها اخر كلمة اقولها عرداء انصح من اخوية للي تحت الثمنطعش البنات فقط تحت الثمنطعش سنة اللي ثمنطعش سنة تبعات شبيرة ما تحتاجين اي نصيحة تحت الثمنطعش سنة رجاء 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 سوي كل شي بحياتك الا العلاقات و الا تضيع الوقت و الا تخريب وتشوي السمعة وعشت ايدك على هاي النصيحة والله لانه ملحق على كل شي وهذا الشي اذا الله رادي يسوي اليوم او باتر فهي بيدة مو بيدة حد فاترجات اذا انت جولت ثمنطعش سنة حاول ينصدقيني باي شخص واللي قلت انا اريدك اليوم قل له هسه تعال اليوم انت قد حجرتك تعال هسه تمو القلاني هسه اجي يلا تعال دراستش موجودة اذا الله سهل و رتي تشتغلين تقدرين تشتغلين اذا انت بعمر من ستة عشر لثمنطعش انا شا تشتغل بهذا العمر شامر ستة عشر سنة شا تشتغل فاذا رتي تشتغلين تفتحيه لشبيج الدرسين ما بيها شي انا ما عرف اذا انت ضدي او لا انا مع الصداقات انه الصادق يعني الناس اللي بعمرها اللي فقط صداقة اكيد بس لتدخلين بعلاقات لانه مشاكلها وتأثيراتها النفسية اقوى بهواية من باقي المشاكل الحياتي اللي يادوب احنا المشي روحنا بهن فانا صيحتي انه اللي يدخلون علاقات واللي يريدش خليه يتقدم لك اذا انت وشبيرة انت وصغيرة والله يسهل نصب بيها الله لستعجلون عشا تعيدك عن نصيحة وشكرا لوجودة شوية حياتي حبيبتي وصلنا لنهاية حلقتنا وانتظركم بحلقة جديدة ومعالف سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة